هلو جايز كيفكن اليوم رجعنا لكم الفيديو جديد وهو طريق التحضير شاورمة للتجاج مثل المطاعم واطيب كمان جربوه وعطونا رأيكم مثل ما شايفين بالفيديوهات كتير طيبة وناش حمية بالمئة المكونات كيلو من صدورة للتجاج ربع كباية من الزات ربع كباية من الخل نصف كباية لبن معلقة كبيرة من معجون الطماطم او رب البندورة معلقة صغيرة من بودرة الكاري أربع حبات هيل ليمون تكون مقطعة نصف معلقة من المليح معلقة صغيرة من الفلفل معلقة صغيرة من بودرة القرفة ومعلقة صغيرة من كذبرة اليابسة يعني بدأت تضيف وهاية البهارات من عانكن او حتى في بهارات شاورمها تستعملوهم كمان اول شي هنبلش بتقطيع صدورة التجاج بالنص متل ما شايفين واكيد بدنا سكين تكون كتير حد حتى ينقطعوا بسهولة ومنرجع النص كمان منقصوا مرة تانية لانه بدنا قطع الشاورمة يكونوا رئاء وهلأ اخر شي منبلش منقطعون لقطع متل ما شايفين بالفيديو متل ما شايفين هيك طلعوا معنا واكيد انتو كمان فيكن تتحكموا قدابتكن يهون اكبر او اصغر وهلأ هنقطع الليمونة شرحات متل ما شايفين قطعناها بالنص ورجعنا قطعناها بالطول وهلأ اكيد بدنا نشيل كل البذر ما بدنا البذر ابدا لانه بيطلع بعدين بالاكاد وهلأ حتينا الزيت ورجعنا الخل وضفنا اللبن وهلأ منضيف الملح الفلفل الكزبرة اليابسة بودرة الكاري ومعجون الطماطم او رب البندورة وزدنا حبات الهال واكيد فيكن هون تزيدوا القرفة انا نسيت هون حط قرفة بس فيكن تحطوها او حتى فيكن بلاها وهلأ عم نحركه نمنيح وهلأ زدنا التوم التوم المدقوق وهلأ ضفنا الليمون الي قطعناهن اول شيء وحنرجع نحركهن وبعد ما حركناهن حنضيفهن فوق الشاورمة اللي قطعناهن وحنخلطهن منيح متل ما شايفين هون وبعدين حنغلفهن بكيس نايلون وحنحطهن بالبراد لمدة اربع ساعات تقريبا وحتى فيكن تتركوهن لاكتر حتى يتشربوا مظبوط ومتل ما شايفين هيك صار شاكلهم بعد اربع ساعات ما تشربوا واذا كنتو مستعجلين فيكن تتركوهن لساعتين كمان وهلأ حنحطهن بصينية اللي حنطبخ فيها الشاورمة وهلأ حتيناهن على النار متل ما شايفين اذا لقيتوهن كتير ناشفين فيكن تزيدولون شوية مي واكيد منحركن كل شوية كرمال ما يحترقوا من جنب وجنب التاني ما يكونوا مستويين وهلأ هوني كمان عم نحضر البطاطا المقلية بس يبلشوا يقربوا لحتى يستوهم منبلش منشيل الليمون وحبات الهال اللي حطيناهن كرمال ما يطلعوننا بالاكل ومتل ما شايفين هلأ بتبلش بتنشف وبتكون نشفت عالاخر الشاورمة وهيك بتكون صارت جاهزة ومستوية واكيد بهيدا الوقت بتكون كمان البطاطا المقلية خلصت وهيك بتكون الشاورمة جاهزة وهلأ حنفرجيكم كيف لفينا صندويشات شاورمة وطرق تقديم مختلفة هوني مثلا استخدمنا الخبز المرقوق للفة وكمان فيكن تستخدمو الخبز العربي مثل هايدي واكيد اهم شي من بعد ما تلفوها نكون تحمصوها على الغاز انا قصمته هون بالنص لانه المقلية صغيرة كرمال تسع بالمقلية قصمته بالنص متل ما شايفين وهلأ ححط على المقلية زات وبعدان حلكها شوي بالزات واتركها لحتى تتأمر متل ما شايفين اول شي بحطها على الوج وبعد ما تكون تحمرت من الوج بقلبها على الوج الثاني كرمال كمان يتحمر وانتبهو ما تحرقوه وحلا 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 اصار وقت التقديم نحن قطعناه هون متل ما شايفين ورجعنا قدمناهم بهالشكل واكيد في طرق تانية هلأ بتشوفوها وبدأ لكم انه هيدا التوم نحنا عاملينه واذا بدكن وصفة التوم هحطولكن ياها بصندوق الوصف حتى تروحوا وتشوفوا وصفة التوم كتير سهلة وكتير طيبة كمان وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وsee you in the next video باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة